اشتركوا في القناة صباح الخير صباح النور للمشاهدين التأشير البيلنج هو بحد ذاته علاج للبشرة وفي منه أنواع كتيرة يعني في عنا العلاج التأشير الكيميائي البيلنج شيميك وفي البيلنج بالليزر يلي ما نقوله التأشير الفيزيائي التأشير الكيميائي هو إذا بدك من أقدم العلاجات اللي كنا نستعملها أو اللي كانوا يستعملوها لعلاجات مشاكل كتير بالبشرة وهو من العلاج من عدو يمكن الأكتر فعالية ويمكن الأوفر يعني بس نكون حاطين التشخيص المزبوط ونكون عارفين نحنا شو بدنا وأي بيلنج أي تأشير أو أي نوع كيميائي من المواد الكيميائية اللي نحنا رح نستعملها هو يمكن من أحسن الطرق اللي ممكن نصلها لعلاج مشاكل عديدة بالبشرة قلت بس نحط التشخيص الصحيح يعني معناتها مش كل البشرة بدها العلاج بالمطلق مش حيالة بشرة فينا دغرة نعمل عليها تأشير لأنه فيه أنواع بشرة مرات إذا دغرة نروح نعمل عليها تأشير كيميائي أو تأشير فيزيائي بالهيدا ممكن نخلق ضرر لأنه بتكون البشرة مننا محضرينها ما عمليننا علاج مسبق لحتى نتجنب مشاكل كتير وهون بحب ركز على البشارات اللي بيكونوا في عندهم الوردية أو الروزاسي أو مشاكل التهابات بقلب الجلدة مشاكل حتى تصبغات موجودة لسبب ما مثل الكلف هولي إذا دغرة نروح بنعمل عليهم تأشير شو ما كان نوعه ممكن يستفيدوا لفترة قصيرة ومن بعدها يرجع يصير في عندنا مشاكل عديدة من بعضها نعم رح نبلش نشوف صور ونحكي عن هالموضوع بس كمين بدي أسألك عن هالتقانيتين يلي زكرتين يعني هل لازم نعملون مع بعض يعني أنتوا بتقرروا تعاملون مع بعض أو كل واحدة لوحدة هلأ بالمطلق التأشير فيه له عدد درجات فيه عندنا التأشير السطحي يلي منشيل فيه طبقة كتير خفيفة أو كتير ضئيلة من الجلدة وعننا التأشير الوسطي والتأشير الغمية وهول الثلاث مراحل بالتأشير ممكن نحصل عليهم إن كان بالعلاج التأشير الكيميائي أو الفيزيائي مرات ممكن نعمل كومبينازون للتنين يعني ممكن نمدج التقانيتين مع بعض حسب نحن أو حسب الطبيب يلي عم يجرى العملية إذا بدك هو لوين بده يوصل لأنه في مرات في عنا مثلا مثل اللانتيجو مثل اللي عنده نمش أو غميق ما بنقدر نصله بس بتأشير فيزيائي لازم ننزل أكتر بالتأشير الكيميائي وهون بتجي مهارة الطبيب لحتى يعرف هو على أي درجة عم يوصل به هالتأشير اللي عنده مثل ما قلت إنه باللقب بك ما قلت هيدا طبيب بده يعملو أوقات نشوف ناس يعني لأنه بيعتقدوا إنه التأشير هو علاج وتمام وبيقشر فبيستعملوا ممكن بردويات من وين ما كان وكيف ما كان أو حتى حدا يعني عامل قبلهم هالبردوي وما بيناسبهم حتى ممكن نشوف مرات كتير أشخاص بيجوا لعنا بيقلولنا أنا بعمل تأشير بالبيت بحط لبن بحط خيار بحط عسل وهولي أنا بقللهم أنه يعني يعني الأسيديته طبع المسحوق اللي عم نحطه قديت درجة الكونسانتراسون يعني التركيز طبع البرودوي بيرعب كتير ممكن يقزي وحتى الكمية اللي عم نحطه ومرات الوقت اللي نحنا عم نحطه كلهم قلهم تأثيرهم على قد قوة اختراق هالتأشير على الجلدة وقدي نحنا بدنا ناخد منفعة مننا وما بدنا ننظر لأنه إذا نحنا نعمل التأشير لحتى ناخد بشرة في نظارة أكتر بيحسن التجاعد الصغيرة بنشط الخالية لتعطينا كولاجين بعيد بدية البشرة بيعالجنا لكتير التهابات مرات بقلب الجلدة بس الأهم نعرف نحنا على أي درجة بدنا نوصل لأنه ممكن نعمل ممكن نعمل شوائب كتير مثل سكارينج بقلب الجلدة وحتى مشاكل تصبغات يعني أنه بيصير في عنا إفراد بالتصبغات أو بيصير في عنا مرات هايبو بيجمينتيشن يلي كمان كتير صعب بأنه الواحد يرجعي يرجعي عليه جنة عم نشوف بعض الصور نعم هون هدي باسيونت أعملت لها أبيلينج فيزيك بالليزر هون عم نشوف مراحل التقشير عندها قدي بتاخد وقت مراحل التقشير؟ حسب درجة التقشير اللي بدنا نياها مرات بتاخد من ثلاثة أيام وممكن تاخد عشرة أيام حسب قدي غم التقشير يلي نحنا عم نعمل بس هو جلسة واحدة دكتورة نتالي عندك بالكلينيك في نيويوك وبيبقى التقشير بيستمر لعدة أيام هو حسب الحالة يعني إجمالا التقشير متل ما سبقوا قلت في أول شي بدنا نعمل علاج للبشر متل أمبريتريتمولن هاي البشرة لنتجنب المشاكل يلي ممكن تنتج عن التقشير بيصير التقشير وهون حسب نحنا نوعية البشرة وشو بدنا ناخد منها مرات فينا نعمل تقشير مركز مثلا 20% تساء ويكون في عنا هذا التقشير كافي لحل مشكلة ومرات على نوع بشارات معينة نطلع من العشرين للأربعين خسب نوعية البشرة ويمكن مرات نعمل مرتين عشرين لحتى ناخد نتيجة الأربعين سو كلها يعني هي كل حالة بحالتها لازم نواكبها ونعرف نحنا شو الدياغنوستيك وشو النتيجة يلي نحنا بدنا إياها ونتجنب قد ما فينا المشاكل اللي بتنتج عن التقشير لأنه عن جد في كتير مشاكل من نشوفها والعالم بس نقل لهم بدنا نعمل أمبيلينج إجمالا بيخافوا بيقولوا لأ في عنا جارتي صحبتي صار في عندها مشكل أو رقت جلدتها وصارت كتير عندها مشاكل من وراء التقشير أنا اللي بحب أقوله أنه التقشير هو بالعكس ما بيرقق الجلد أبدا بالعكس بيعيد بنية البشرة هلأ اللي بيعملوا أنه الطبقة السطحية اللي هي مكونة من خلايا مايت بقلب الجلد هي لهاي الخلايا اللي بتخلي البشرة تكون شاحبة والملمس طبعا خشن منو ناعم التقشير هو هيدا اللي بيشيله إجمالا التقشير السطحي وإن أكيد الغميق بقى بتصير البشرة مثل بقلهم أنا مثل بشرة البيبي يعني بشرة كتير حساسة بالعكس يعني بنيةها صحيحة بالضوة وبس بدنا نتجنبها بدنا ننتبه لها حتى ما نفوت من مشاكل بدنا ننتبه لها دكتورة نتالي وهل صحيح أنه هيدا الوقت هلأ هالموسم هو الوقت المناسب للتقشير أحلى موسم بالسنة بالتقشير هو موسم الشطة لأنه الشمس وضو الشمس بيكون كتير خفيف أهم شي نضلنا بالمسار العلاجة للتقشير لأنه مثل ما فيه بري تريتمان فيه كمانا بوست تريتمان للي عندها تقشير لأنه بدنا نواكب كمانا المشاكل يلي نحنا عم نشتغل عليها واحد وأهم شي نتوقع الشمس يعني الشمس هي أول عامل بيقزي 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 البشرة كانت من التهابات ولا من تصبغات وأكيد فيه مشاكل تانية بتواكب التقشير واللي على الطبيب يعرف شو هي وهنا بحب بركز أنه اللي عندهم بيطلع لهم إيرباس على حوالي الفم هون بدنا ننتبه كتير ونوعي أنه لازم ياخدوا دولة حتى نيم هيدا الفيروس لأنه بحال عمل اكتيفاسون هي وعم بتعمل التقشير السيدة أو الرجل ممكن يكون صير في عنا انتشار للفيروس على البشرة وهون منفوت بمشاكل كتير عديدة من هون المطابعة بالطبيب الكتير مهمة ما فيها نستعمل أي بروداكت هيك لأنه شخص حدنا عمله لأنتيجة هيدا شغلة مدروسة ودياجنوستيك مثل ما قلت يعني وحب بشخص سؤال كمان دكتورة نتالي بالنسبة للمساحيق يلي منستعملها على وجنا ويلي يمكن ذكرت أنه يمكن ما بعد البيلينج نحنا المنتناص بنعملها هي بهال مواد شو أهميتها أهمية أنه نعمل المنتناص حقيقية لألا وكيف تستعمل إجمالا المساحيق أو الكريمات اللي منستعملها هي مثل إيجيان مثل شي لازم يصير يكون عندنا دايلي بايزيك روتين عليها لحتى البشرة تضل عم نعطيها الفيتامينز يلي بتغذيها وبتضلها محافظة على النظارة اللي قالها وعلى شغل الخالية اللي قالنا مثل ما قلت فيه بري تريتمنت وفيه بوست تريتمنت لقلون بحيالة بروسيديورة بنعملها هلأ كيف ما نحطن وكيف ما نركبن بتفرق من شخص للتاني بتفرق من شخص للتاني وحتى مرات ممكن تاخد زيت الكريمات بس تستعمل الكريم قبل الكريم ممكن تخفف كتير من فعالية الاختراق طبع الكريم المعين للجلدة بالنتيجة وأنا بقول لهم هيدا مثل طبخة مطبخ يعني فيه بدي أعطي شي الصباح ومقابيله بدي أعطي شي بالليل يعني هي خلطة هي خلطة لحتى الطبيب بيعملها لحتى يعرف لحتى يعالج المشاكل اللي اللي عنا إياها نعم عندي سؤال من مشاهدين عم بيسمعونا عم تسأل صبية إذا هي عندها عرصة وكنت عم بتقولي فيه تحضير قبل قبل قدي يعني لازم تعمل هالتأشير وقدي بده وقت توجه لياخد هالنتيجة مرات مرات فيه إذا نحنا عم نشتغل مع عروس بنا تقريبا ثلاثة شهر قبل بتكون أو شهرين منكون شوية رجلجنة يعني منكون أول شي عم نحكي عن عمر صغير إذا طبيعة البشرة اللي قلتها ما عنا فيها مشاكل فينا مرات نعمل بيينج كتير يعني ضغرة ماني مضطرة أنطر هذا اللي قلتوا بالأول فيه علاجات مثلا على كلف على وردية هون ما بنقدر ضغرة نروح نعمل بيينج أغريسيف عليها بس هذا بده جسد إطلالة جسد غلوينج لسهرة أو لضهرة هون فينا نستعمل مسحوق معين مثل الجليكوليك أسد على درجات خفيفة بيعملنا مثل بيينج كتير خفيف للوجه وممكن يعطيها أنكلاك كتير حلو وهون كلما كانت قوة التركيز خفيفة كلما نحنا عتزنا يمكن نعمل جلسات شوي أكتر لحتى ما نكون كتير عم نعرض العروس وإجمالا الأعراس عنا في لبنان بتكون بالصيفية يعني عنا شمس كتير قوية وهنا بدنا نتوقع الشمس عشان هيك منكرر يمكن الجلسات لحتى نتفادى مشاكل اللي ممكن تنتج عن عن برودوية عن كاميكال بيل أوي يعرض للجلد لالتهابات ونكون نحنا عم نفوت بمشاكل سؤال أخي دكتورة ناتالي كمان إذا كان في حب شباب وفي أثار لحب الشباب موجودة هاي دي تعتبر مثل التصبغات وبيعالجها البيلينج البيلينج بيعالج مشاكل كتير بيعالج مشاكل التصبغات اللي عنا إياها خلقيا أو منخدها من وراء الشمس حتى ما بعرف إذا ما رأوا بالبيكتشورج في سيدي كانت معاملة بلاسما بين تحت عينيها وهون كانت عاملة مثل تصبغات بعد الالتهابات البالجلدة هون أنا علشتها ببيلينج على كذا مرة مع كريمات حوالها العينين لحتى نخفف هالتصبغات سوالبيلينج بيعالج كتير مشاكل إن كان من حب الشباب الوردية والالتهاباتها المسامة المفتوحة التجعيد اللي كانت خفيفة أو غميئة نضارة البشرة سو متل ما قلت بالأول هو علاج شامل كامل ويمكن من أرخص العلاجات على شرط نحن نتوجه عند الطبيب يلي عقل مختص ويلي عنده كمان خبرة بنوعيات البيلينج وقداش قوة اختراق البيلينج بالجلدة لأنه بس نحط البيلينج على البشرة مش مظبوط مرات أنه منحط ماء وبتخلص مفعوله لا لأنه في مرات منحط البيلينج ومثل ما اخترق درجة الكوش بازال أو الطبقة الأساسية بقلب الجلدة وصار في عنا اختراق لقلب الدير مرات بيصير في عنا مشاكل وسكارينج ما بقى فينا ما بيتصلحه يعني بيصيروا بيكلفوا أكتر بكتير وبيخدوا وقت أكتر بكتير اي عمر بيقدر الشخص شب وصبية مراهقة فيها تعمل بيليز عنا مشاكل؟ أكيد بل الأكنية أكيد في عنا التأشير الكيميكل بالساليساليك أسيد ولا بالأزاليك أسيد أو بالجليكوليك أسيد كتير بيساعده وكتير بينفعه إن كان بالفاز طبع الأكنية أو بعلاج الندوب إن كانت ندوب غميئة أو بعدها ندوب بيجمانتار يعني التهابية أو ندوب فيها فيها ألوان نعم الرؤوس السوداء أو الرؤوس البيضاء كمان تستفيد من البيلينج؟ تستفيد لأن الرؤوس البيضاء والسوداء هي ناتجة عن إفراط أو عدم تصريف السابوم بالجلدة سو البيلينج بيرجلج الإفرازات السابوم سو أكيد هتستفيد الرؤوس السوداء نحن وعم نعملوا بيستفيدوا كتير الرؤوس البيضاء مرات لأ بحاجة يمكن نعملها نتوياج بعد البيلينج لأنه بدنا نشيلهم طبعا بدنا نشيلهم بس أكيد بيستفيدوا لأنه بتكون عم بتعلجيهم المشكل المصدر اللي قالوا هذا اللي دايما بنقوله إنه العلاج ضروري تشخيص ضروري من هون أهمية يعني الطبيب المحترف هو بيحدد إدي عدد الجلسات أي نوع من البيلينج لمين لأي عمر بأي طريقة وإيدينا بماء بردي معي شكرا دكتورة نتالي صالح تحيطنا لكل فريق عامل مركز نيويو شكرا لإهتمامكم فينا شكرا على الإطلال الأسبوعية معي حسنا